تسعى مفوضية شؤون اللاجئين الأممية إلى الحصول على 445 مليون دولار إضافية للتعامل مع الهجرة الجماعية المتوقعة لحوالي 860 ألف شخص من السودان إلى 6 دول مجاورة بحلول شهر أكتوبر علما أن التمويل المحدد للسودان وفق برنامج مساعدات الأمم المتحدة في عام 2023 يقدر بمليار و750 مليون دولار جراء القتال المتواصل نزح هذا الرقم تقريبا 700 ألف شخص داخل السودان وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التقديرات تشير وهي للأمم المتحدة إلى أن عدد النزحين مرشح للزيادة بمقدار 5 ملايين نسمة من بينهم مليون ونصف مليون طفل وقد تلقى برنامج مساعدات الأمم المتحدة للسودان حتى الآن 15% فقط من التمويل المحدد له في هذا العام مفوضية شؤون لاجئين توقعت أن يفر حوالي 240 ألف شخص إلى جنوب السودان وقد تلقى برنامج مساعدات الأمم المتحدة حتى الآن 26% فقط من التمويل المحدد له في العام الحالي أودنا أن ننتقل إلى دول الجوار أبدأ من التشاد تشير التقديرات الأممية هولاك إلى أن حوالي 105 ألاف شخص عبروا الحدود الصحراوية وهي حدود طويلة وكان قد تلقى برنامج المساعدات الأممية 4.5% فقط من التمويل المحدد له هناك والذي قدر بأكثر من 670 مليون دولار في المقابل على الجهة الأخرى تتوقع مفوضية شؤون اللاجئين أن تستقبل مصر العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين يقدر أن يصل عددهم إلى 350 ألف الجارة الجنوبية أثيوبيا تتوقع المنظمة الدولية أن يفر إليها حوالي 85 ألف فيما تلقى برنامج مساعدات الأمم المتحدة هناك فقط 20% من التمويل المقرر له هذا العام ولكن ماذا تقول مفوضية شؤون اللاجئين عن جمهورية إفريقيا الوسطى؟ تقول بأنها قد تستقبل 25 ألف سوداني الأمم المتحدة أفرجت عن تقديراتها للحاجة والمساعدات هناك بحوالي نصف مليار دولار فيما تلقى البرنامج الأممي 23% فقط من التمويل المقرر له هناك ولكن ماذا عن أريتيريا؟ أريتيريا تعد من أكثر الدول الأفريقية فقرا ولكن انظروا يرجح أن تستقبل حوالي 55 ألف سوداني على أراضيها